بسم الله الرحمن الرحيم نستمر بشرح برنامج ميكروسوفت وورد وعدنا تكملة شرح قائمة إدراج أو انسيرت بلغة انجليزية تكلمنا بالمحاضرة السابقة عن المجموعة الأولى لمجموعة الصفحات اليوم نتكلم عن المجموعة المهمة جدا قائمة إدراج وضمن برنامج الورد وهي مجموعة الجداول رح نتكلم بها بالتفصيل عن كيفية إنشاء وإدراج الجداول وكيفية التعديل عليها والتنسيق والكتابة داخل الجدول عدات الجدول مفيدة جدا لأن نستخدمها بالورد بكثرة كإدراج جدول أو تنسيق رأس الصفحة أو كتابة الأبيات الشعرية فيدخلوا بعدة استخدامات ضمن برنامج الورد أول خطوة لازم نعرف أنه شون نضيف الجدول أو ندرج الجدول ضمن الصفحة أول خطوة حتى أدرج الجدول الآن لازم أعرف وين أدرج الجدول بالصفحة يعني الجدول رح يدخل حسب موقع المؤشر حسنا هنا المؤشر ممكن أدرجه بعد بنص الصفحة هنا يعني أنا عندي كتابة هنا أريد أضيف الجدول فأول خطوة أنه أنا أحدد مكان الجدول ضمن الصفحة وأروح على تبويب إدراج بعدين على مجموعة جداول أختار جدول أضغط عليه رح تمفتح لي هاي القائمة الخطوة الثانية لإدراج الجدول أنا لازم أعرف الجدول من شون يتكون عندي الجدول يتكون من أعمدة والصفوف وخلايا رح أدرج الجدول للسرعة الأعمدة من أسمها يعني اللي تكون بشكل عامودي يعني هذا عامود اللي بالأخضر وهذا عامود وهذا أيضا عامود هذه إحنا نسميها الأعمدة يعني أسألني هذا الجدول عدد الأعمدة بأربع أعمدة أما الصفوف فهي اللي تكون بشكل أفقي وهذا الشكل هاي صفوف تكون بشكل أفقي هذا الشكل تقاطع الصف مع العامود يعني هذا اللون هاي نسميها احنا هي الخلية الخلية اللي هي تجي من تقاطع العامود مع الصف والخلية هي اللي نكتب داخله قد يكون الجدول يحتوي على خلية واحدة أو مجموعة خلايا مثلا هذا الجدول يحتوي على خلية واحدة اللي هي عبارة عن صف واحد وعامود واحد بينما هذا الجدول رح يحتوي على خليتين اللي هي عامودين وصف واحد وهكذا هذا بالنسبة إلى مكونات الجدول الأساسية أما بالنسبة لكيفية إدراج الجدول فأحنا نروح على مجموعة جداول ونضغط على جدول راح تطلع عنا هاي القائمة عدنا أكثر من طريقة لإدراج الجدول أول طريقة هي الطريقة السريعة اللي هي عن طريق هذه المربعات مثل ما تلاحظون هذه الطريقة اللي بيها أقصى عدد من الأعمدة هو عشرة وأقصى عدد من الصفوف هو ثمانية ولنلاحظ بالأعلى مكتوب ثمانية في عشرة جدول يعني ثمان صفوف في عشر أعمدة مثلا هنا صارت صفين اثنين في خمسة صفين في خمس أعمدة وواضح الجدول العرض ما لتيكون على الصفحة حتى تشوف شكل الجدول هاي الطريقة الأولى والطريقة السريعة إذا كان عندك جدول أعمدت قليلة أقل من عشرة وأقل من ثمان صفوف فهاي الطريقة راح تخدمك مجرد ما نضغط عليها راح نضاف للجدول بهذا الشكل الطريقة الثانية أنه أنا أروح على جدول واروح على إدراج جدول هذه الطريقة استفاد من عدها إذا كان عندي جدول بأعمدة أكثر من عشرة أو صفوف أكثر من ثمانية فأدخلها منها مباشرة خلينا نقول أعدد الأعمدة 15 وعدد الصفوف 20 راح أقول لها موافق فيدخل جدول بعدد أعمدة أكثر من الطريقة السريعة هاي الطريقة الثانية الطريقة الثالثة حتى أدرج الجدول هي رسم الجدول يعني أنا أرسم رسم باليد نضغط عليها راح يطلع لي نشوف شكل المؤشر يتغير إلى هذا الشكل فأنا مجرد ما أسحب صار عندي هذا جدول وبالقلم كأنما أنا أرسم بإيدي أقسم الجدول إلى أعمدة باللي أنا أريدها هاي خلينا نقول طريقة سريعة وغير منتظمة الطريقة بالرسم الرسم الجدول الطريقة الرابعة هي تحويل النص إلى جدول يعني أنا عندي نصوص وأحولها إلى جدول مثل هسا أنا عندي هذه بس لو نلاحظ أنه مضللة يعني شرط أنه لازم أنا أحدد الكتابة مثل هذه الكتابة هذه هسا رد أحولها إلى جدول راح نشوف الخيار تحول النص إلى جدول تفعل مجرد ما أضغط عليه راح يقول لي جادي تريد عدد الأعمدة وعدد الصفوف هو أوتوماتيكين يسويها أربعة لأن أنا مقسمها إلى أربعة راح أقول لي مثلا أربعة أعمدة لو نلاحظ من سوينا أربعة أعمدة الصفوف صارت واحد يعني شنو؟ افتهم أنه كل سطر هو يصير بعامود بالتالي لو سويت أنا ثلاث أعمدة راح يصير عندي صفين يعني راح أجيب دورة تعليم ورد وأعمدة وصفوف وبعدين خلايا تبقى لي جاو فرح أخليها أربعة راح نشوف شون يصير تحولت إلى هذا الشكل أو هذا الطريقة جدا مهمة إذا أنا عندي كتابة راح أحولها إلى جدول أفضل من ما أنا أدري الجدول وأسوي نسخ ولسق فمجرد ما أضلل الكتابة الخطوة الأولى أضللها فأروح على إدراج جدول أروح على تحويل النص إلى جدول وأقول لي عدد الأعمدة إذا لو خليت لعدد الأعمدة 2 راح أصير عدد الصفوف 2 نقول لي موافق سواء عدد أعمدة 2 وعدد صفوف 2 حسب الحاجة اللي أنت تريدها النوع الآخر من الجداول هو جدول بيانات أكسل يعني أنا ممكن أدريج بداخل برنامج وورد جدول برنامج أكسل أجري عليه عمليات الحسابية ويصير ربطه مع برنامج الأكسل مثل ما ألاحظ فمفتح عندي شاشة برنامج الأكسل ضمن برنامج وورد وأقدر أكتب وأجري عليه كل العمليات الحسابية برنامج الأكسل مثل ما تلاحظون ورما أني كملت عمليات الحسابية أو الجداول راح أنقر خارج الجدول الأكسل وأرجع على صفحة الورد راح يظهر لي بهذا الشكل بس هو بالطباعة راح يظهر بالصورة اللي أنا سويتها برنامج الأكسل ولو ألاحظ أن سوي معانة الطباعة راح يظهر لي هذا الجدول مثل ما أنا سويته فقط برنامج الورد ما راح يظهر بالصورة الصحيحة الفائدة الأخرى من مجموعة الجداول لأنه أنا ممكن أدرج جداول سريعة الجداول السريعة مثلا أهم مثال إلها هو التقويم مثلا أنا أريد أسوي تقويم وما يحتاج أصممه أنه أخذ جاهز من برنامج الورد أو أي نامة صفوفة أو عنوين فرعية مثلا هذا التقويم أنا ضفته تصميمه جاهز ونعدل عليه التوقيتات هذا بالنسبة إذا جداول سريعة أكثر الطرق المستخدمة هي الطريقة الأولى السريعة وطريقة إدراج جدول راح ندر الجدول بالطريقة العادية أو الطريقة السريعة حتى نبدأ نجرأ عليه عملية التنسيق والتخطيط مجرد ما أختار الأعمدة والصفوف راح يظهر للجدول على الصفحة ويظهر بالأعلى تبويب لأدوات الجدول وتبوي بين تصميم جدول وتخطيط هذه الأدوات خاصة بالجدول والدليل أنه لو أضغط خارج الجدول راح تختفي مجرد ما أضغط داخل الجدول راح تظهر لي هذه الأدوات وهذه التبويبات تصميم الجدول راح يخدمني بناحية التنسيق مالته ناحية الحدود ناحية التضليل للخلايا كذلك أنماط مالته أول شي هنا أنماط الجدول يعني هسأني ضفت الجدول بشكل افتراضي ممكن أغير شكله يعني بدون ما أصممها بالورد هو مجهز لأشكال مثل ما تلاحظون مثلا هذا الشكل ستايلات مسويتها الشركة مجرد ما ننقر عليها يظهر لي شكل الجدول يتغير حسب التنسيق المطلوب طبعا أنا أقدر أغير بهاي الألوان هسأ راح نجيها عندي هذه الخيارات أنماط الجدول هذه الخيارات تشتغل معها إذا أنا اخترت جدول من الألماط الجدول العادي ما راح نشوفها لها تأثير فهس مثلا أنا صف الرؤوس إذا أخفيته راح يعتبر الجدول كله بدون رؤوس أو بدون عنوين هنا هذا يميزك أنه هذا عنوان مثلا عندنا مليت هاي البيانات راح نشوف العامود الأول اللي هو هذا إذا لغيت الصح راح يتغير التنسيقات مالته شوف لو نلاحظ أنه غامق يكون غامق هاي بحسب الستايل اللي أنا بختاره العامود الأخير كذلك أيضا لو لغيت الصح راح أشوف الكتابة تكون طبيعية وإذا خليت صح راح تكون الكتابة غامقة الأعمدة ذا التنسيق الخاص كل ما نلاحظ هاي تأثيرها صف الإجمالي إذا عندي إجمالي هنا حسابات نشوف أنه ضافنا خط شوي عريض هذا الصف الإجمالي هذا ذا التنسيق الخاص نقدر نلغيها فكلها منا أدوات نقدر نتلاعب بها من هاي الخيارات ومن الأنماط احنا قلنا أنه الجدول يتكون من عامود ومن صف ومن خلية التضليل هاي الأداة هي أستخدمها حتى تلون لي خلفية النص يعني تلون الخلية وليس الكتابة فس لو وقفنا هنا وقلنا نريد لون أصفر راح نشوف الكتابة بقت بنفس اللون بس ضلل لي خلفية ما للخلية وإذا ردنا أكثر من خلية نضللهم يعني التلوين والتضليل يكون حسب ما أنا محدد الخلايا الحدود الجدول إلى حدود كل خلية تحتوي على أربع حدود حد علوي وأيمن وأيسر وسفلي ممكن أنا أظهر هاي الحدود وممكن أخفيها وممكن أخليها ببمن أنماط هس مثلا أنا العنوان أريده ببمن إطار شوية يختلف هذي أنماط الحدود يعني شكل الحدود اللي راح تظهر منها لون القلم يعني أنا أريد مثلا الحدود أحمر أو عندي منها الشكل يعني ممكن منقط أو ممكن بهذا الشكل ممكن يكون سميك هذا النقطة مالته منها راح أبدي أضيف الحدود هس لو نلاحظه هنا نفتحها القائمة راح نشوف كثير من الإعدادات أول شي الحد السفلي مثل ما تلاحظون راح يطبق لي الأنماط اللي أنا اشتغلتها الحد العلوي هذا الحد الأيسر الحد الأيمن هذا بلا حدود يخفيها أصلا هاي كافة الحدود لو ما عجبني هذا التنسيق ممكن أغيره من الأعلى أختار مثلا هذا الشكل وهذا النمط ممكن هذا الشكل وممكن هذا الشكل احنا نلاحظ ما راح يتغير ما يطبق هذا الحد الجديد إلا بعد أن أضغط على هاي الأدات هل تلاحظون طبق الشكل اللي أنا اختاريته منها مثلا هذا الخط خلني نقول خط غامق ممكن منها أسوي هيدن ومنها أختاره باللون الأحمر واروح أطبقها هل تطبق لي النوع اللي أنا اختاريته وحسب ما أنا مأشر لو أنا وقفت هنا وقلت له طبق لي ياها سوي لي بهالشكل وقلت له أوكي راح نشوف تغر على حدود فقط هاي الخلية لأن أنا خلي المؤشر ضمن هاد الخلية ممكن أنا أخفيها وعادة أن نستخدم يعني مثلا بأبيات الشعر أنه أستخدم جدول وبعدين أخفيه راح نروح على بلا حدود هس هاي مجرد خطوط إرشادية منقطة عند الطباعة ما تظهر والدليل لو نظهر معينة الطباعة راح نشوف هذا الجدول بدون حدود فقط هاي الحدود هي إرشادية ونقدر نظهرها أو نخفيها حسب معنى نحتاجها أو هي تفضل أن تكون موجودة حتى تكون إرشادية إليها نسميها خطوط الشبكة ناسخ الحدود إذا أنا حبيت أسوي تنسيق مثلا على هاي الخلية وحبيت أنقلة الخلية أخرى مجرد ما أضغط على ناسخ الحدود وأبدي أنقر على الحدود مثل ما تلاحظون أخذ التنسيق الأخير وطبقها على الحدود طبعا اللي أريدها إنه ما يطبقها على أربع يعني أربع حدود حسب ما أنا أحتاج كل ما تلاحظون هنا بهذا الشكل هذا كل ما يخص بتبويب تصميم الجدول